لا ترتكب خطيئة تاريخية وتستبدل احتلالا ايرانيا باحتلال فرنسي لابد من محاولة انتاج طريق ثالث لبناني لا يدعم ايران ولا يدعم فرنسا وانما يدعم لبنان الدعم لبنان ادعموا لبنان ادعموا الدولة اللبنانية حافظوا على الدولة اللبنانية حافظوا على استقلال الدولة اللبنانية حافظوا على التنوع الموجود في الدولة اللبنانية اذكر الجميع اذكر الجميع اذكر الجميع بانه غضبة الشارع اللبناني اللي موجودة امامنا الان مظاهرات بتعم الشارع اللبنانية مظاهرات غاضبة هناك فيها كما قيل عبر بعض وكانت الانباء هناك اطلاق رصاص في اماكن متفرقة من بيروت وهناك عمليات كر وفر وهناك التحام بين الامن والمتظاهرين حالة غضب شديدة واقول بانه الخاسر الاول هو لبنان الخاسر الاول هو هذا الوطن الذي نكب بالكثير من الممارسات الخاطئة اقول بانه علينا الان ان ننتبه ما يجري في لبنان وعلى الهواء مباشرة الان نتابع هو نزيف 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 ليس في دولة بعيدة عننا وانما في دولة حبيبة ودولة قريبة الى قلوب الجميع هذه الدولة اللبنانية التي شارفت على الغرق شارفت على الغرق هذه الدولة الانفجار كان كاشف الانفجار لم يكن سببا لما يجري في لبنان الانفجار هو نتاج لما جار في لبنان الانفجار الذي جرى هو الذي نبه الجميع هو الذي كان جرس انذار ربما يكون جرس انذار ليقصى لبنانية وطنية وربما يكون غير ذلك ادعو الله أن يكون كذلك ما يجري وما جرى هو من أخطر ما يمكن